حفرت الكبر هذا حماية للأرض من البيع ومن اليهود وهذا اليهود بذيكوا علينا كثير وأنا بدي أموت وأنا أدفن في هذا الكبر هذا أبو يسري يجلس أمام قبر حفره لنفسه بين الجبال وأشجار الزيتون داخل أرضه لم يكتفي بهذا الكبر بل حفر لعائلته مسكناً داخل الصخور من أجل أن يحافظ عليها في ظل اقتراب المستوطنين منها فيتقع في منطقة جبلية في بلدة صريف غرب الخليل تحيط بها المستوطنات والمستوطنين وكل يوم يحاولون الاستلاء عليها يتصدى لهم ويقدم كل ما يملك للدفاع عنها هذه المغارة حماية للأرض تحمي الأرض وبعدين بتظل شوكة في حالك المستوطنين نحن بنجع هذه المغارة أنا ولادي وولادي ولادي حماية للأرض أو نتنزه فيها أو ننام فيها ونقعد فيها منازل داخل الصخور ربما لا تكون صالحة للعيش الطبيعي لكنها في فلسطين حاضرة بقوة فهي وسيلة من الوسائل التي يملكها الفلسطيني للحفاظ على أرضه تشكل نقطة يمكن منها الدفاع عن الأرض ورفض محاولات المستوطنين بالاستلاء عليها يعني هنا بعزز بقائهم في هذه الأرض واستغلالها بالوجه الأمثل الرجوع لطريق التعيش الأجداد اللي كانت موجودة في السابق في الكهوف والمغارات وطبعا إنضاف عليها الأدوات والمعدات اللي كانت تستخدم قديما في نفس البلدة محاولة أخرى تمثلت في حفر مساحة كبيرة داخل الصخور هذه المساحة خصصت لحفظ التراث الفلسطيني وتناكله عبر الأجيال محاولة أخرى لتعزيز البقاء في هذه الأرض من بين الصخور يحفرون صمدهم نماذج جديدة في الحفاظ على الأرض في ظل أطماع الاحتلال والمستوطنين المحيطين بها ومحاولات متواصلة للسيطرة عليها من بلدة سوريا في غرب الخليل محمد العدام رؤيا ترجمة نانسي قنقر